عملتلك وكل مطرح مقصري يمر مش عايزة كل حاجة يا موفيدة مش عايزة ليه؟ مش عايزة امي تجون فيه؟ تمالك انت صوتك مسمعوش خالص يلا يا زينم يلا عشان نروح للمأمور نقوله ان جبريكت عايزة اتموتك يلا امي مفيش طلوع بيت انت انا من ساعة منزلت البلد وهنفسر اقعك رصاص هجيب اجلك وعند استعداد يعمل دا دلوقتي يا شمس مت جلبي للجلب انا كمان عايزة امسك زمارة رجبتك اطلعها في يدي كفاية كده؟ كفاية بقى حرام عليكو مش قادر هموت؟ انا لا هروح في حتة ولا هقول حاجة نعم يا اختي وامك اللي مرميه في الحاجزة دي بسببك تكت عايزة اتموت جبريه علشانك كل دا ولا همك؟ لما يجي مروان رجالة العيلة هي اللي بتخل الكلام دا مش احنا كفاية بقى حرام عليكو رجالة العيلة رجالة العيلة ولا رجل العيلة؟ قصدك مروان مروان اللي دخل اخوه مستشفى المجانين عشان يلحب فلوس عبو كلها ولا انا جلطانة؟ كفاية كده سبيها في حالها وانت مالك انت؟ انا واختي متدخليش لو واختك وخايفة عليها كنت سكتتي مش شايفة حالها كيف؟ زينب؟ ورب الكعبة لو ما قمت معايا دلوقتي لكون مسقطاك بإيدي اخصى عليك يا ريتال وقدرتي تقوليها هتسقط واختك؟ عادي تقولها وتعملها جوي ما عملتها جابلك دي بتطلت الجتلة دي مش قصدي يا زينب بس صمك مرمية في السجن كل دا في سببك ما هو من عميلها المهببة امشي من الوش يا شمس امش انت باشاش في ركبك يا بعيدة انت مش واخدة بالك ان البيت دا باتي واني ممكن اعترضك في اي دجيجة واجولك اطلع برا وما تلاجيش حتة تلمك بنت انت اكسم بالله العظيم هديك يا علقة تكش فيها المستشفى تعودي فيها بسهر وريني اطلعوا برا اطلعوا برا برا مش هايش شوف حد برا اطلعوا برا اطلعوا برا تقول لدي مش هايش بقصة حد اطلعوا برا برا